اشتركوا في القناة الميدانية في كافة قطاعات ومواقع حرس الحدود وما تم تنفيذه في إطار الجهود المبدولة لتطوير قدراتها بدوره أكد اللواء أبو حاتم استشعار حرس الحدود حجم المسؤولية ومضيها في القيام بمهامها التقى عضم جسل قيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فيغن لمناقشة جهود إحلال السلام واجدد الدكتور العليمي إدانة بلادنا لعدوان إسرائيلي ضد المدنيين في غزة مؤكدا دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وأحقه في إقامة دولته المستقلة كما استعرض العليمي جهود الوساطة السعودية والعماني للوصول لاتفاق سلام دائم وشامل في بلادنا برعاية أممية مؤكدا الطعاة الإيجابية لمجلس القيادة الرئاسي مع تلك الجهود من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده داعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ولكافة جهود إحلال السلام في بلادنا ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عادن اجتماعا لقيادة وزارة النفط والمعادن وشركتين النفط ومصافي عادن والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وناقش الاجتماع الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في الأسواق وتأمين احتياجات الكهرباء من الوقود والإجراءات العملية لمنع التكرار أي أزمات في هذا الجانب واتطلع رئيس الوزراء من وزير النفط والمعادن على أهداف اللقاء التشاوري لقيادة شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات المنعقد في عدن مشيدا على إنجاز خطة تفعيل العمل المصافي والقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفض الاقتصاد الوطني اتطلع وزير الأشغال العام والطرق المهندس سالم الحريزي ومعه قائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع على أوضاع مدينة الغيضة في محافظة المهرة وضواحيها والجهود المبدولة في الفرق العسكرية التطوعية لمواجهات الآثار المحتملة للعاصفة المدارية تيج ووجه رئيس الأشغال كافة الفرق التطوعية بسرعة التجاوب مع البلاغات التي تصلهم ومساعدة المواطنين المتضررين من العاصفة تيج ونقلهم إلى مناطق آمنة للحفاظ على أرواحهم تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر الأوضاع في المناطق الساحلية بالمحافظة والترتيبات الخاصة بمواجهات تأثيرات العاصفة المدارية تيج واتطلع المحافظة على جهود الجهات المعنية لمواجهة الإعصار موشيدا بجهود الجهات المشاركة مع السلطة المحلية بكافة المديريات ومساندتها في إقاطة مواجهات الأمطار والعاصفة المدارية كما تفقد محافظة سقطرة الأضرار في ميناء سقطرة والمناطق الشرقية من الإعصار واستمع من أهالي المناطق الشرقية للجزيرة للأضرار التي لحقت بمنزلهم وممتلكاتهم مؤكدا حرص السلطة المحلية على بذل الجهود لتجاوز آثار ومخلفات الأعصار ختاو المرجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة